أهلا بحراتكم من جديد وفقرة ريمونتادة بالتأكيد افتقدتوا فقرة ريمونتادة ولكن احنا دايما عادتنا في البرنامج هنا بنكون رد فعل يمكن البعض من جميل النادي الأهلي بيزعل مننا وبيقول انتوا ليه ما بتتناولوش قضايا أخرى في أندية أخرى زي ما بيحصل ولكن احنا سنظل دائما في النادي الأهلي مجرد رد فعل لا ننظر للآخرين النادي الأهلي ماشي في طريقه قطار الأهلي في طريقه مهما كانت محطات مهما كانت العراقيل هنكمل في طريقنا ولكن ده مش معناه اننا هنتجاهل من يتناول النادي الأهلي ويحاول يضل للجماهير بفكرة أصلحنا لينا فيه لا حضرتك ملكش فيه قضية كهرباء مع النادي الأهلي وأعارض كهرباء لنادي هطاية تركي شأن يخص النادي الأهلي فقط لغير مسؤوليه جهازه الفني إعلامه ونادي هطاية تركي أي نادي آخر مالوش أي دخل خالص بقضية أعارض كهرباء إذا كانت أصلا قضية لأن الموضوع عادي جدا لعب بيطلع معار وبيعود مرة أخرى إذا تقلق وإذا حاب أنه يكمل وفيه اتفاق أو ما شابه بها نهائي ده في أي نادي بيحصل فمش عارف ليه التدخل على فكرة أن فيه قضية دائرة بين أحد الأندية أو نادي الزمالك تحديدا واللعب كهرباء ده ممكن تتكلم فيه لكن اللي هنسمعه في الفيديو ده مش ممكن تتكلم فيه لأن هيكون عندنا وقفة مهمة جدا نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب وهنا كمان اللي عايز أوصله لكم للإعلام المصري اللي في بعض الإعلام المصري دي رياضي المتلون اللي في بعض الأحيان مش عايز يفكر بدماغه مش عايز يفكر بدماغه عشان يرضي ناس بعينها فمش عايز يفكر بدماغه فما تيجي أنت تخش بكل سهولة كده بكل سهولة وبعقلانيا من يقاد مين كده المتعلمين اللي بيعرفوا يخشوا وكلهم متعلمين ومحترمين وبيعرفوا يخشوا على على الدول التركي وعلى الأندية وكده فدي جي تفاجأ أن النادي اللي رايح له كهرباء كل لعبته اللي متعاقد معها فري إلا لعب واحد فقط لعب واحد فقط تعاقد معا النادي بستين ألف دولار فنفاجأ بالإعلام المصري يقول أن قهرباء هيروح إعارة ست شهور بخمسمائة ألف دولار وبنية البيع بتلاتة مليون دولار خدوا بقى في نادي فقير في نادي فقير لا يمتلك أموال ومنتصف الجدول الخامس السادس السابع يعني وفي الآخر هيبقى في الآخر يعني أنا عايز الناس بجد بقى اللي بتفكر تقول إيه دخل إعلامي في قناة نادي الزمالك بفكرة عارض كهرباء لنادي تركي إيه دخله حتى في أنه يتطرق للنادي التركي إيه دخله حتى في فكرة النادي الأهلي أعلى عن كم مبدئين النادي الأهلي لم يعلن الإعلام أعلن حتى عن خمسمائة ألف دولار أعلن عن خمسة مليون دولار إيه مشكلتك في النهاية TMS بيظهر عليها الانتقال بيتم إزاي قيمة الانتقال بيتم إزاي حصل قبل كده مع لعب كان في النادي الأهلي لعب سابق وانتقل للدوري الإنجليزي ولما تم إعلان من النادي الأهلي سعر الانتقال الإعلام المنافس فضل يشكك في القصة دي لحد ما نزل السعر على TMS واكتشفوا أن هم كانوا بيقولوا كلام مو صحيح والنادي الأهلي اللي بيقول كلام صحيح النقطة التانية وهي فكرة النادي الضعيف وأي حد يدخل يشوف هيلاقي عامل ترانسفير ماركت أو على موقع ترانسفير ماركت هيلاقي فقط لغير شاري لعب بستين ألف دولار لا فيه لعب بربعمائة ألف دولار مدافع نيجيري سام إدوكوشبي وفيه لعب كمان بتسعين ألف دولار وفيه كل نادي بيتبع السياسة اللي هو عايزة يعني إيه السياسة اللي هو عايزة يعني لما تيجي تقول لعب زي أيوب الكعب ده لو جاء يحترف في الدوري المصري هتدفع فيه كم وهتديه مقابل مادة قد أيوب الكعب حاليا أحد لعبي هطاي التركي اللي موجود في المركز الخامس في الدوري في وقت فريق زي جالة السراي موجود في المركز العشر هو مع فنار بخشا نفس عدد النقاط 32 نقطة فبالتالي هو راح لنادي حاليا موجود في الدوري التركي بشكل قو جدا النادي الأهلي وأعارته اللاعبه ده شأن يعني النادي الأهلي فكرة أن أنت رايح لسكة كهرباء من باب قضية بين نادي الزمالك وكهرباء ده موضوع تاني تبقى تتكلم فيه لكن أعارة ده شيء يخص النادي الأهلي النقطة التانية وانت بتتكلم عن فكرة إزاي كهرباء 11 مليون وياخد نص القيمة مصطفى محمد لما راح هو نفسه كابتن خالي الغندور اتكلم عن فكرة ألف دولار أما لو إحنا حابين ندخل وده لا يعنينا أطلاقا في لعيبة بتأتي من الدورة التركي لأنديا مصرية تاريخها كله فري ترانسفير والنادي المصري الوحيد اللي اشتراه اشتراه بقيمة مقابل مادي وده برضو شأن لا يعنينا فما بندخلش فيه فخليك فيما يعنيك وابعد عن النادي الأهلي ولعيبه النادي الأهلي سيما هو مش قصة لا يعنينا أنا معاك لكن أنت في مقاييس الترانسفير أنت عندك معي أنت بتتكلم أن فكرة هاتاي سبور النادي فقير فما يعملش انتداب بالشكل ده هو قيمة هاتاي سبور كام 30 مليون يورو مقارنة نادي الزمالك قيمة السوقية حوالي 22 مليون يورو وزي مؤسما قال أنت ضميت لعب كان عامل قبل كده 11 انتقال فري ترانسفير وجاب مليون ونص لنادي الزمالك يورو فإذا أنت شفت طيب طب تعالا بقى نروح لحاجة تخص كهرباء نفسه بشكل مباشر كهرباء ده جماعة اللاعب عبارة عن هستوري لما تيجي تبص للهستوري بتاع كهرباء هتلاقي لاعب كان طلع إعارة الفريق زي التحاجة ده ب3 ونص مليون يورو فأنت بتتكلم في فريق لاعب طلع إعارة ب3 ونص مليون يورو فطبيعي جدا لما يروح الدور التركي إعارة ب500 ألف دولار ده رقم مش كبير بالنسبة له فحتى المعطيات كلها غير منطقية وغير حقيقية وتعرض لشأن داخل أهلي على فكرة إنت لو عايز تتعرض لكهرباء إنت لك حاجة واحدة بس تتعرض فيها وحقك وإحنا دي مش بتاعتنا قضيتك اللي بينك وبينه في المحكمة على انتقاله مع نادي برتغالي دي حاجة بينك وبينه فيما يخصنا إحنا إنت مش طرف ولا طرف انتقل فيه هياخد إيه ما خدش فلوس خالص طالع ببلاش مش مشكلتك طيب بما إنك انت بس ما اكتفتش بدا انت كمان روحت الحتة كبيرة جدا إزاي بقى كهرباء ماشي بلازم أعمل مغالطة كاعدتي واستغل الموقف عشان أصور إن كهرباء لما طالع من الزمالك إيه اللي حصل زي ما انت هتسمعه في الفيديو جماعة اللي مش تفرج عليها ده شيء يخصينا على فكرة كهرباء كان أحد اللعيبة المهمة اللي أحرزه مع نادي الزمالك الكون فيدرالية كهرباء عندما أتى لنادي الزمالك جالوا عرض من اتحاد جدة السعودي فلم يرفض المستشار المرتضى منصور ووافق على احترافه فسافر كهرباء بمليون ونص دولار في السنة وبعد كيه بثنين ونص مليون دولار وعاد كهرباء ليذهب هو والده عشان يلغو التعاقد مع نادي الزمالك فأكد اتحاد القرى على صحة تعاقد كهرباء وكمل الموسم وجبه طولات ثم في نهاية الموسم اختلق مشكلة كبيرة جدا كانت يعني احنا مش صغار يعني كانت بالتوافق مع نادي آخر وحصل اللي حصل زي ما انتم عارفين وراح لبرتغال مضى هناك مع أوجستو أوناسيو اللي كان بيدرب الزمالك ورجع مصر قاعد في مصر ولا بيروح تدريبات ولا بيروح النادي البرتغالي ده خالص ثم عاد إلى مصر ثم انتقل للنادي الأهلي وكان الموضوع ده معروف في الإعلام من سنوات وسنوات من شهور قبليها بكتير يعني دلوقتي كهرباء فيه هنا يا جماعي كهرباء ما عندوش فرصة انه يكون لعب أساسي في كسر ربطة مش في الدوري كهرباء ما بيخشش القايمة اللي فيها عشرين لعب كهرباء ما بيتغيرش كان أيام زمان أيام نادي الزمالك كان التغيير ثلاثة دلوقتي كهرباء تغيير خمسة وما بيتغيرش ما بيتغيرش بيخرج بره العشرين اسم ده سببه ايه تفتكروا سببه ايه كهرباء هل هو نادم هل هو نادم انه هو بعد ما كان نجم مصر بقى كده أنا نفسي اعرف ايه علاقة قناة فئوية واعلامي فئوي بالنلعيب حيلعب في كسر ربطة ولا مش حيلعب في كسر ربطة اللعب في فريق تاني في حياتي ما شفتها يعني انت لو مش عارف تميز بين حساباتك الشخصية اللي ممكن تكتب عليها اللي انت عايزه وما بين ان انت بتمثل قناة نادي منافس طلع تتكلم عن لعيب ليه بيلعب ولا ليه ما بيلعبش ونرجع نقول بص في ورقتك ده حضرات دي ورقتنا انت هي علاقتك بيها الاهم بقى فكرة الاجتزاء اي حد يا جماعة فينا عايز يعمل مغالطة هيكتزئ بمعنى ايه هتيجي الموقف لحظة كده سي لعب في الزمالك انا حتى مش عايز اقول اسم لعب سي اللعب اكس المباراة دي او الزمالك هيطلعوا اعارة مش موفق هيعادوا مباراة بديل فتيجي في اللحظة دي تقولت شوفت اللعب ده ازاي يقعد بديل طب انت بقى في السنتين اللي فاتوا دول ليه ما قلتش كهربا فين وهو في فريقك حقق دوري عندنا خد دوري وخد كاس في فريقك حقق كونفيدرالية خد اتنين دوري ابطال افريقيا وكان مشارك كلاعب اساسي قدام بيرنميونيك في بطولة عمر فريق اصلا مشارك فيها يعني لعب مشارك اساسي في بطولة كاس العامل الاندية اذا احنا بنتكلم ليه ما جناش في اللحظة دي سألنا فين كهربا مكان كهربا موجود كهربا الموسم اللي فات لعب دقائق قليلة وكان فيه مشكلة قبلها تخص الإقاف لعب 1342 ديئة سام في كم هدف في الدوري بس في 11 هدف فليه ما قلناش كهربا دلوقتي بيخرج لظروف وارد جدا يا جماعة بتحصل في العالم كلها جوزي مورينيو ما كانش مقتنع ان محمد صلاح وكيفين ديبرون دلوقتي ممكن يلعبوا معاه خلاص دي قناعات مدير فني والنادي الاهلي نادي المؤسسية وبيحترم ده انت كمدير فني شايف انك مش محتاج لعب في خطوة ما ده حق الاصيل للمدير الفني وكلنا بنحترمه حتى اللاعب نفسه محترمه يبقى اذا ايه المفهوم ان انا اجي اقول ان اللاعب ده كده في اللحظة دي شفته تعامل معاه الموضوع مجرد اجتزاء ويخلو من المنطق تماما ويخلو حتى من ان اي حد يستوعب انت ايه قلقتك بالكلام ده هو تصويك فارس هو تصويك لفكرة ان اي لعب بيخرج من نادي الزمالك بيروح بيذهب للنادي الاهلي فهو اكيد مش هيلاقي نفس المكانة ومش هيلاقي نفس البطلات اللي كانت موجودة في نادي الزمالك ده هو بيسوأل ده ده خدكم فترالية مع نادي الزمالك هو بيسوأل ده وكمان بيختم الفيديو بتاعه بفكرة ان كهربا نادم هل كهربا نادم ان هو راح النادي الاهلي وان هو ما حققش مع النادي الاهلي ما حققه مع نادي الزمالك برغم ان كهربا فترة توجده مع نادي الزمالك كانت فترة متعلقة بالأعراض وتقلقه في الأعراض كان أفضل بكتير يمكن هو موسم واحد تقريبا ما كملوش حتى مع نادي الزمالك اللي كان فيه كهربا بصمة واضحة الموسم اللي كان فيه الدوري الألازل للنادي الأهلي البطولة 41 لكن سؤالك وارد جدا فعلا يكون اللاعب نادم وارد جدا إحساسك يكون المراضي صادق ولو لمرة وارد طب ما تيجي نشوف كهربا وهو بيرد هو فعلا كهربا نادم إنه هو جاء النادي الأهلي نشوف الفيديو وأنا سمع نبرت الحزن في صوتك ندمان إنك سبت الزمالك ندمان؟ كنت متقلق في المنتخب ندمان إنك سبت الزمالك عمر ما ندمت على حاجة في حياتي يعني وش ندمان إنك سبت الزمالك؟ عندم بس على حاجة واحدة إيه هي؟ إن أنا نسبت النادي الأهلي بس لاني ده بيتي ويعني لتصريح مهم جدا تندم لو سبت الأهلي لكن مش ندمان قبلا على الزمالك طبعا يعني مش مش بقل من ناد الزمالك ناد الزمالك ناد كبير ويمكن بقولها كتير قوي يعني كان جمهور الزمالك اللي ما عرفوش إن أنا طلعهم يعني ساعة ما مشيتنا ناد الزمالك أنا عمر ما صرحت التصريح واحد اتجاه النادي وحش أو اتجاه الجمهور وحش خالص معاني كل يوم يعودوا يشتموا فيها ويعودوا يقولوا كلام بس هم في الأول الآخر برضو كان لهم فضل عليك كبير وأنا عمري ما أنقرت دوت ودائما بقولوا بس أنا عمري ما اندمت في حياتي على حاجة يعني لكن الندم يقولوا في حياتي يعني أن أنا اللي وصفت ناد الزمالك بس ما قالكش أو نصحك تجي فيوتشر لا لا أنا مصر صعبا مصر أنا دي فيوتشر طبعا نادي كبير طبعا والاحترامه بس يعني صعب يا بوسي ممكن أنا دايما كابتن وليد سليمان قال لي كلمة قال لي نرى الأهلي نرى الأهلي ولجنة أين دي بره قل لما جيتنا لنادي الأهلي يمكن كابتن وليد سليمان يعني حبيبي جدا وشخصية كويسة جدا ومعي على طول يعني فهو كان دايما يقول لي كده هنقف عند جملة كابتن وليد سليمان ولكن أنا هقف عند السؤال الأول تقول له نبرت حزن في صوتك ندمان إنك سبت ناد الزمالك الدحكة رجعت لوشك يا عربة زي ما حضراتكم شفتم ندمان بالزبط بفكرني بموقف لمحمد صراح لما تسأل إيه رأيك في الاستفتاء وانت السابع أما ابتسم نفس الابتسامة سؤال غريب وأنا مش شغلني الموضوع زيك يا عربة بالزبط وضح وقال أنا هندم في حياتي في حالة واحدة فقط لغير إن أنا لو سبت النادي الأهلي أعتقد إجابة واضحة وشافية برغم إن الكهرباء بالتأكيد بالمشاعر دي وهو متواجد في اللحظة الحالية هو بالتأكيد مش عايز يطلع إعارة ولكن هو عارف إن الفرص مع وجود بيت سمس ماني إلى حد ما ممكن تكون محدودة فراجع مرة أخرى إن هو يستعيد حيويته مرة أخرى ويستعيد ذاكرة المبريات والتسجيل والتقلق ويرجع يثبت وجوده بشكل كبير جدا في الدور التركي وأنا متأكد إن الكهرباء هيفعل ده أنا متأكد إن الكهرباء هيتقلق بس أنا أتمنى الإعلام المصري اللي كان مصلت كل الضوء على لعب واحد في الدور المصري وهو كهرباء صحة الصبح النهاردة عمل إيه وبالليل عمل إيه واللي كانوا بيقولوا إن ما ينفعش يتواجد في النادي الأهلي ما يجوش بعد كده يلوموا النادي الأهلي إزاي تفرد في كهرباء والطلعوا أعرى ست شهور ما اللعب متألق الإعلام المصري هيتناول كهرباء دائما وأتمنى كهرباء يحط ده أمام عينيه إن دايما الإعلام المصري هيتناولك أنت سد ودنك واشتغل فقط لغير لكن كهرباء مش ندمان ولو هيندم هيندم فقط لغير إنه يسيبنا لغير إجابة واضحة لكن كمان وليد سليمان هو بيتكلم ويقول نصيحة لكهرباء نار الأهلي ولجنة أي نادي آخر ويصدقها كهرباء اسأل مجرب وليد سليمان عشان يدخل النادي الأهلي دخل مستشفيات قبل ما يدخل النادي الأهلي كان كل فرصة إنه ينتقل لنادي الأهلي يحصل عرقلة ويتم منع وليد سليمان من الانتقال لنادي الأهلي لغاية لما جاله انهار عصبي فوليد سليمان لعب بدرجة مشجع وليد سليمان أنا عايز بقى كهرباء يشوف تجربته مع مارتين يول مارتين يول مع وليد سليمان أول لما جاء قال له انت رقم 3 في مركزك وليد سليمان بتاريخه كله مع النادي الأهلي مارتين يول قال له انت رقم 3 في مركزك عمل إيه وليد سليمان التزم الصمت مع الاجتهاد مع التدريبات حصلة إصابات غيابات مارتين يول أجبر أو اضطر أنه يعتمد على وليد سليمان مركز واحد أصبح وليد سليمان مركز واحد فدي رسالة لكهرباء اطلع تقلق سد ودانك عن أي إعلام هيتناولك بشكل فيه سلبية هترجع إن شاء الله تكون أو تقدم نسخة كهرباء اللي شفناها في التحق جد السعودي النسخة الأفضل لكهرباء لأنك قادر على ده فقط لغير ركز وانتبه وما تسمعش لأي حد يقول أن انت ندمان وخليك دائما كده فيش حاجة في تاريخك الرياضي تندم عليها إلا لو سبت النادي الأهل بس أنا أنا جملة كابتن وليد سليمان أنا مبارح قلت كده أن يعني ده اقتباس للتاريخ في تاريخ مهم جدا اللي تقال فيه سبع يناير كان لحظة فارقة في أن أنا أسمع واحدة من أجمل الجمل اللي تقالت عن نادي الأهلي نار الأهلي ولا جنة أي نادي تاني لأن فعلا اللي في الأهلي وإنت في أقل اللحظات فيه هو بيعادل أعلى فكرة في طموح ومرتبة وخيال أي نادي آخر وده اللي خلى كهرباء بالاتزان والهدوء النفسي ده وإنت شايفه على الشاشة وعلى فكرة اتزان وهدوء نفسي فأكتر لحظة اتسأل فيها عن الفرق ما بين حالته في نادي ونادي آخر ولكن نرجع بقى لفكرة التعرض المباشر للنادي الأهلي ما كانتش بس في كهرباء أيضا شفنا أقويل كتير بتتقال أن النادي الأهلي بيفاوض أحد اللاعب الزمالك النادي الأهلي ما فيش أي موقف ما فيش أي تصريح ولكن كان فجأة نفس الإعلامي خالد الغندور هو هو اللي بيستدعي النادي الأهلي إلى المشهد عشان يقول الكلام الذي ليس له أي علاقة بالواقع اللي أنت هتلاح تسمعوه ده بس لأننا دايما بحب أتكلم فيما يقال في الإعلام المصري الرياضي قال لك أن النادي المنافس وهو النادي الأهلي من حقه أنه عند انتهاء التعاقد لأي لاعب ويصبح فيه قبل خمس ست شهور من نهاية التعاقده فمن حق النادي الأهلي أن يتفاوض معاه وأنه كمان يمضي على عقده ويجيبه دي الكرة دي الاحتراف كلام أكثر من رأى وكلام منطقي جدا وكلام عقلاني جدا وهكذا هي كرة القدم ولكن هنا السؤال لماذا لم يتعامل الإعلام ولم يتعامل مسؤولي النادي الأهلي في ملف عبدالله السعيد بنفس ذات المنطق يعني عبدالله السعيد انتهى تعاقده وكان من حقه أنه يتعاقد مع أي نادي حاول مع النادي بتاعه النادي بتاعه حط له فلوس غير مرضية ليه وإحنا ما بنعليش عن السقف وإنه ما بنعديش المبلغ دوت ورغم كده ولو انت شايف عرض أفضل ليك روح مشار ملتظى منصور في ذاك الوقت الكابتن إسماعيل يوسف أمين ملتظى في ذاك الوقت عمله اجتماعه وتعاقده مع عبدالله السعيد وكان واحد في ذاك الوقت من أهم العيبة مصر ومن أهم العيبة الأهل فتعاقده معه الدنيا قامت وما عادتش بل كمان تفنن بعض الإعلاميين في أنه هما يقولوا لا على الفكرة ده مش قانوني ده حتى لو هو من حقه يمضي في ست الشهور كان لازم يبلغه النادي الأهلي كمان يعني بصوا جماعة إحنا معنيين دايما بفكرة المغالطات المنطقية دي أحد أهم المغالطات المنطقية شيوعا وهي اسمها مغالطة رجل القش وإنك أنت بتحط على لسان أحد الأشخاص أو أحد الاندي أو أحد الكنات أين كان أحد المواقف وتبدأ تستنبت منها هو حط إيه المغالطة إن النادي الأهلي راح تفاوض مع لاعب وإن الإعلام ما تكلمش وإن ده نفس حالة لاعب اسمه عبدالله السعيد بس في عوار في رد الفعل بتاع الناس ما بين ده وما بين ده كل الكلام ده ليس له أي علاقة بالواقع لأن أصلا ما سابتش إن النادي الأهلي تفاوض مع حد ما حصلش الملابسات بس تعالوا بقى نتكلم من ناحية القانونية أولا في موضوع عبدالله السعيد أيوه كان فيه خلل وهو إنك إنت اللايحة بتقول في الفقرة 15 من المادة 7 في شوين اللاعبين وقتها إن إنت لو حتتفاوض في آخر 6 شهور من عقد لاعت العقد ممتد في آخر 6 شهور يحق لك التفاوض بشرط إختار النادي الآخر كتابية هنا بالشكل المجرد ولا لوائحي هل ده حصل ما حصلش طب تعالوا بقى نتكلم في أزمة عبدالله السعيد سريعا هي كان إيه مشكلتها بصة جماعة عمر مشكلة النادي الأهلي ما كانت إن اللاعب عايز يسيب النادي الأهلي ويروح نادي تاني اللي فاهم كده أنا آسف يبقى ما عرفش حاجة عن تاريخ النادي الأهلي وأنا أعتقد اللي كان بيتكلم أكيد ما عرفش عن تاريخ النادي الأهلي بس بكلم هنا مشاهدي النادي الأهلي النادي الأهلي اللي رجع عقود والقباني اللي رجع عقود شيكبالا اللي رجع عقود أي منحفني بعد ما مضو مش هو اللي حيبقى عايز لعب يكمل معاه وهو مش عايز يكمل النادي اللي قال للاعب زي رمضان صبحي معك ساعة وترد علينا مش هو اللعب اللي هيكبر لعب مش هو النادي اللي هيكبر لعب انه يكمل يبقى اذا القصة كلها ما كانش لاهو علاقة ان النادي اللي عايز اللعب يكمل بالعافية انما ايه اللي حصل ببساطة النادي الاهلي واللاعب ده موقع مع نادي تاني كان مسؤول في النادي المنافس بيطلع على الهوى يبارك للنادي الأهلي أنه هو جدد لعبدالله السعيد. إذن كان إيه الهدف؟ أن النادي الأهلي بالبساطة كده يكون شير بمقلة. الحاجة التانية كان بيجي النادي الأهلي يقعد مع كابتن عبدالعزيز عبدالشافي مع اللاعب ده. وكل الموضوع موجود بالأوقات والتواريخ. ويتقال له يا ابن انت وقعت في حتة تانية يقول لأ وهو موقع والصورة متاخدة. كان عشان إيه الهدف الآخر إحنا الدينالك ومفاجأة تاريخية إحنا عملنا ويبقى مش انتصار اللاعب. إنما كمان انتصار معناوي. أنت اللاعب لم يكن صادق معاك. أنت حاولت اللاعب مش بس توقع معاه وتيجي تقول لنا أنا بوقع معاه. لا حاولت تتحيل علي. فكان الفكرة أن النادي الأهلي وقعد فكرة أن انت تحاول تضحك علي أدبيا. وتطلع أن أنا كأني مش دريان بحاجة. وحسنا فعل النادي الأهلي وبعدها قال اللاعب بالسلامة إحنا مش عايزينك. هي دي الفكرة. كل بقى اللي انت قلته إيه مغلطات في مغلطات في مغلطات. عشان الناس تطلع بمقارنة موقفين. ما لهمش أي دعوة ببعض. وبرضو تعرض لشأن أهلاوي. أنا مش فاهم إيه علاقة تجبيه. لا هو الآن من أن النادي الأهلي يكون على أو محاولات نادي الزمالك تفشل مع أحد اللاعبين أو أحد المحترفين في التجديد. فبالتالي بيطلع بيسبق الخطوة ويقول إزاي الإعلام ساكت. الإعلام هيتكلم لو النادي الأهلي يتكلم. لو النادي الأهلي حاب يفوض لعب. لكن تأكد النادي الأهلي دائما بيدخل الباب دائما أو الأندية من أبوابها. لما تكلمت قبل كده عن حرس مرمى طلع الجيش محمد بسام في لقاء مع كابتن أحمد شبير. بالتأكيد النادي الأهلي لم يأخذ هذه الخطوة. إلا لما استأذن الأول نادي طلع الجيش. فيه إمكانية ولا ما فيه إمكانية. وبالتالي حاول تركز أكتر مع لعبي نادي الزمالك. هما في حاجة لتركيز منك أكبر بشكل كبير جدا. من فكرة تركيزك مع النادي الأهلي. وفقط تلوم على النادي الأهلي لما يطلق أحد المسؤولين في النادي الأهلي. يتحدث عن مفاوضات مع أحد لعبيك. بل العكس ولا حصل. في أزمة نادي الزمالك. وفي عزة أزمة نادي الزمالك المعنوية. بعد مبارات القضية. بعد مبارات 27 نوفمبر 2020. ودخلنا في يناير. ولعبين كانت ممكن توقع في يناير لأي نادي آخر. وبدأ يتم طرح أعلاميا. اسم النادي الأهلي. كابتن أمير توفيق دخل بتصريح تاريخي. يضاهي أو يؤكد الموجود في مجلس أو نواية مجلس إدارة النادي الأهلي. قال نصيا إحنا في الحالة دي هنكون داعمين لنادي الزمالك أنه يقف على رجله. ليه؟ لأنه دي خصال وصفات المسؤولين في النادي الكبير. النادي الأهلي. أنهم بيدعموا أي نادي آخر ممكن يكون مش واقف على رجله.